أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد الجابران المملكة ودول التحالف ليس لها أطماع باليمن وهدفها أن ينعم اليمن واليمنيون والمنطقة بالأمن والاستقرار مبيننا أن الحرب لم تكن خيارا وإنما ضرورة قصوى وأوضح السفير الجابران المملكة أيدت مشاركة جميع الأطراف اليمنية في العملية السياسية في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وحل الميليشيات المسلحة وأعودت اليمن دولة عربية مستقلة القرار بعيد عن الأجندات الإيرانية وبيّن أن المملكة ودول التحالف سعت خلال المشاورات التي استضفتها جنيف وبالبسويسرا والكويت لإيجاد حل سياسي مؤكدا استعدادها لتقديم الدعم لإعادة البناء وأشدد على أن دول التحالف أعطت حماية المدنيين أولوية قصوى ومنعت استهداف ألاف المناطق ذات الطبيعة المدنية بشكل صارم كما أن التحالف ملتزم التزاما تام بالقانون الإنساني الدولي وإجر التحقيقات اللازمة عندما يكون هناك أي اتهام للتحالف وأشار في المقابل إلى أن الميليشيات الإنقلابية تتعمد القتل والتدمير وتجنيد الأطفال واستخدام المنازل والمدارس والمراكز الطبية في عملياتها العسكرية وتستخدمها كمخازن ومستودعات لأسلحتها وأكد أن المملكة ودول التحالف خاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدم مساعدات لليمن فاقت مبلغ ستمائة مليون دولار لكن الميليشيات في المقابل تقوم بسرقة المساعدات وبيعها في السوق السوداء وتمنع وصولها إلى المستحقين وبين أن التحالف نجح في القضاء على الإرهاب الذي حاولت إيران العمل على تمدده